القصة دي الحقيقة وإحنا بنقرأها النهاردة رجعتلي كده بالذاكرة لألفين وعشرة لما خالد سعيد الشاب الإسكندراني قتل داخل اسم شرطة وطلعت الرواية الأولى شبه الرواية دي برضو قرار الإحالة والمش عارف ايه انه ابتلع على وفافة بنجو عشان كده قلتلك في بداية الحلقة انه النظام ده ماشي بالزبط بنفس السطر والأحرف على كتالوج حسني مبارك تعالوا نشوف مع بعض كده مقارنة ما بين سيدي جابر وسيدي براني خالد سعيد وفرحات المحفوظي تشوفي سيدي خالد سعيد الحادثة حصلت يوم 6 يونيو 2010 فرحات المحفوظي يوم 12 يونيو 2023 المكان سيدي جابر في الإسكندرية ده خالد سعيد فرحات المحفوظي كان سيدي براني في مرسى مطروح ايه اللي حصل مع خالد سعيد فيه اتنين من الشرطة عزبوا شاب حتى الموت في حالة فرحات المحفوظي ضابط اتى الشاب بتلت رصاصات التهمة الاولانية اللي النظام طلعها في موضوع خالد سعيد لما حاولوا يشويهو او يتكلموا عنه قالوا ان خالد مات لانه تعاطى لفافت بنجو ابتلع لفافت بنجو لانه هو متعاطي مخدرات في رواية فرحات المحفوظي السلطة قالت ان الرجل هو تاجر مخدرات رفض ان يخضع لتفتيش الشرطة وبالتالي احنا عندنا نفس الرواية تقريبا بعد 13 سنة ده كان متعاطي مخدرات وبلع لفافت بنجو فمات وده تاجر مخدرات رفض تفتيش الشرطة طيب الحقيقة ايه في الحالتين الحقيقة ان اتنين من عناصر الشرطة اتلوا خالد سعيد لانه كان بيمتلك ادلة فساد مصورة في قسم سيدي جابر في 2010 هناك في مرسمة تروح في سيدي جابر الزابط اطلق النار على فرحات وهو بيقود سيارته لانه لم يستجب لندائه فالقصة لا ليه علاقة بمخدرات ولا ليه علاقة باي حاجة النتائج اللي حصلت في حدثة خالد سعيد هي غضب شعبي كبير مهد لثورة 25 يناير النتائج فيه فرحات المحفوظي انه عمل غضب شعبي بيمهد ليه علامات استفهام لسه مش عارفين الحقيقة نوصل لايه لكن اللي حصل مع خالد سعيد في الاخر انه حكم بالسجن عشر سنوات على اللي ارتكبوا جريمة قتله وتعويض مليون جنيه لأسرته تم تخفيضه مؤخرا الى نصف مليون جنيه اما في حالة فرحات المحفوظي فالحمد لله بيتم محاكمة الزابط بتهمة ضرب افضل الموت مش قتل عمد ولا حاجة لا ده ضرب وضرب افضل الموت وعقبته السجن من ثلاث لسبع سنين عزيزي الزابط اللي بيفكر في الحاجات دي اللي بتعمله ده غلط وتقلب في الاخر بغم ما بين سيدي براني وسيدي جابر المسافة مش بعيدة وفي نفس الوقت التشابهات الحقيقة كتير قوي ففي حدثة وصلت نظام مبارك انه يواجه غضب الشعب في ثورة يناير فيمكن بهذا القدر من الغباء اللي انتم ماشيين به في حدثة فرحات المحفوظة في سيدي براني توجهوا حاجة شبه بثورة يناير المرة دي مش قوة سياسية اللي دعيالها لكن المرة دي عبدالفتاح السيسي وشركاء هم اللي بيدعو لها وهم اللي بيغذوها بهذا القدر من الغباء المستحكم